الجزائري المنتخب المغربي صراحة كان نوعا ما أكثر جاهزية نفسيا أكثر جاهزية بقرار رئيس الاتحادية المغربية فوزي لقجة بقرار الجميع انتقده والجميع قال أنه غريب في وقت حساس جدا بإقالة حليلوزيتش والجلب ويدرقنج أسطورة الكورة المغربية وليد الرقراغي وليد الرقراغي صراحة الذي عرفه شخصيا كان عندي لقاء في مباراة اتحاد العاصمة أمام الويداد المغربي في كازا صراحة تحسوا أن الشاب طموح تحسوا أنه يملك كاريزما مدربي معنى الكلمة تشعر أنه كل المغاربة يحبون هذا الشخص حتى الرجاء البيضاوي اللي يعتبر غريم الويداد البيضاوي ابن الويداد زكريا أبار العالم بتقطيك ما نقولوش أنه نوعا ما الجانب الفلني يخلو الكورج عز دين ولي يتكلم لكن نتطرق إلى علاقته مع الجمهور الرياضي المغربي ونتطرق إلى علاقته مع الإعلام المغربي خاصة الكل أعطى دفعة معنوية لهذا المدرب الجميع لم ينتقدوا خاصة بعد إعادة لاعبين ركائز مثل زياش وحمد الله هذه هم اللي صنعوا الفرصة وصنعوا التأهل إلى الدور الثاني أعتبره ليست بالمفاجأ بحكم أنه المنتخب المغربي يملك عدد من اللاعبين صراحة أقوية من الجانب الفني أقوية بدنيا عندما يلعبوا الكورة الطاولة تشعر أنه هم الاكتساح هذه النقطة قوة المنتخب المغربي إلى جانب أنه ما عندهم عدد من اللاعبين يلعبون في أقوى البطولات بونو حارس المرمى ينشط البطولة الإسبانية إلى جانب زياش في تشاسيا رغم نوعا ما تدبده بمستوى لكن تشعر أنه هناك منتخب